بسم الله الرحمن الرحيم مع Legacy موشهدين قناة جنال الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة لا سوط يعلو فوق صوت منتخبنا الوطني إن شاء الله كل الناس بتتكلم بد apoyتي على مباراة بكرى إن شاء الله في تمام الساعة السادسة سوف يلتقي أو سوف يلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية المباراة إن شاء الله هتكون بتوقيت الساعة ستة بتوقيت القاهرة وإن شاء الله كلنا ننتظر هذه المباراة كلنا كمصريين ننتظر هذه المباراة هنتوقف بقى عن التصريحات سنتوقف عن كل شيء ولكن الكل ينتظر مباراة غدا إيه اللي حيحصل في مباراة بكرة مباراة صعبة مباراة مهمة أصعب مباراة إن شاء الله بداية منتخبنا الوطني سوف تكون غدا أمام المنتخب الناجير إن شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا بكرة عندي تفاؤل وأمل كبير جدا جدا على الرغم من التصريحات اللي قالها كارلوس كيروش قبل ما نيجي والتصريحات اللي قالها محمد صلاح وإذن خليني أرجع برضو مرة تانية للتصريحات اللي قالها كارلوس كيروش ما قبل بداية البطولة وجاءت نظري وخصوصا بعد اللي سمعته من محمد النهاردة إن ده تاكتك بيشتغل به كارلوس كيروش على إن هو إزاي يشيل وأنا قلت الكلام ده بس مش عشان سمعته من النهاردة من صلاح ولكن أنا قلت لحضراتكم الكلام ده اليوم اللي اتقال فيه من كارلوس كيروش هذا الكلام في المؤتمر الصحفي وحتى فكرت حضراتكم بالكابتن العظيم الله يرحمه محمود الجهري اللي قال تقريبا نفس الشكل واتكلم بنفس المضمون في 98 وكسب البطولة فمن الواضح اللي بيحصل ده تاكتك معين تاكتك نفسي يعني عشان يشيل الضغوط من على اللاعبين هم قادرة أو كارلوس كيروش قادرة بكيفية هو حافظ لعبته دلوقتي أو قريب قوي من اللاعبين اللي موجودين وبالتالي خلينا نشوف كارلوس كيروش هيعمل إيه مع لعبيه محمد صلاح بكلامه كان النهاردة في المؤتمر الصحفي تكلم على أن منتخب مصر سيبذل كل الجهد أنه يفوز بالبطولة ولكنه ليس المرشح الأول للفوز بهذه البطولة فعشان كده أنا دايما بقول لحضراتكم إيه خلينا دايما نبقى ماشيين 50-50 دايما لما نيجي نتكلم على أي بطولة أو أي مباراة بنتكلم دايما بهذا الشكل لأن احنا نفسينا نكسب وعايزين نكسب ونفسينا ناخد البطولة رقم 8 بالنسبة لكاس الأمور الأفريقية ولكن في نفس الوقت خلي المدير الفني وخلي اللاعبين يشوفوا الطريقة التي تناسب اللاعبين وتناسب المدير الفني علشان في النهاية أنا أتمنى أن أشوف بكرة منتخبنا الوطني بيلعب ضد منتخب نيجيريا وبنكسب هو ده اللي يهم كل مصري خلال هذه الفترة النهاردة كل الناس وإحنا قاعدين بنتكلم وإحنا قاعدين هنا قاعدين هنا قاعدين هنا الناس كلها بتتكلم عن مباراة بكر إيه اللي حيحصل في مباراة بكر وده شيء مهم لو حضرتك تبص على المنتخب خلال الفترة السابقة ما كانش الاهتمام بيه كبير قوي لكن النهاردة الوضع مختلف الوضع مختلف الاهتمام بحاجتين بمنتدى شباب العالم اللي بيقام في شرم الشيخ الحقيقة واللي احنا بنشوفه هناك في شرم الشيخ ده كل سنة دلوقتي بقالنا نشوف كم سنة بنشوف هذا المنتهى الشباب الرائع جدا اللي بيعرفنا بكل اللي بيحصل في العالم الناس كلها بتتكلم عن اللي بيحصل في شرم الشيخ والناس كلها بتتكلم عن مباراة بكر أصبح أصبحت الأمور دلوقتي قريبة من الشباب الشباب كله عايز يروح ويشوف وينتظر منتخبنا الوطني بكرة حيعمل إيه قبل كده كانت الأمور الوطنية ما معرفش ما معرفش كانت إيه لكن كانت الوطنية قليلة شوية عند البعض لكن متخبنا الوطني بكرة حيلعب ساعة ستة هتلاقي كل الناس قاعدة بتتفرج على المباراة الناس كلها هتنتظر مباراة بكرة